لا تقدم في أزمة قانون الانتخابات الذي تحول الشغل الشاغل للأحزاب السياسية التي اضطرت من جراء الضغط الشعبي لإقرار قانون يمهد الانتخابات المبكرة تنهي الفشل السياسي الحاصل على التفاصيل اختلفت الكتل السياسية ما يؤكد خطورة الخطوات على مصالحها حيث لطالما أسعت لتدوير شخص العملية السياسية والمضمون واحد نظام سياسي يتهمه الجميع بالتبعية للخارج والفساد والفشل الإداري وفقا لنواب في البرلمان فإن الدوائر الانتخابية هي عقدة العقد بين القوى السياسية التي تصر بعضها على الإبقاء على دائرة واحدة لكل محافظة الأمر الذي يطرح سيناريو تأجيل الانتخابات أربعة أشهر عن موعدها المحدد هذه التجاذبات فتحت مرة أخرى أسئلة كثيرة حول انتماءات هذه الأحزاب فإلى طهران يمام المالكي يوجهه وفي جدول زيارته الطلب من إيران الضغط على باقي شركاء العملية السياسية للإبقاء على صيغة الدائرة الواحدة تحالف الفتح لم يختلف موقفه عن موقف المالكي بل توجه لنقطة أخرى وهي التشكيك بجاهزية مفوضية الانتخابات وقدرتها على إجراء انتخابات مبكرة والطلب منها للتأجيل خارج قبة البرلمان تبدو هناك ملفات أكثر تعقيدا لم تحسمها حكومة الكاظمي التي حددت موعد الانتخابات في حزيران المقبل أهمها السلاح المنفلت وسطوطه على الشارع ومفوضية الانتخابات ما يهدد نزاهة وشفافية أي انتخابات مرتقبة ويكرر سيناريو انتخابات عام 2018 التي شهدت تزويرا كبيرا في ظل عزوف كبير ومشاركة لم تتعدى العشرين بالمئة أمام هذه العراقيل تبدو حكومة الكاظمي في واد والمتظاهرون في واد آخر حيث تحاول الأولى الهرب للأمام لتخفيف الضغط الشعبي عنها دون تهيئة أي ظروف تساهم بنجاح هذه الانتخابات وأهمها تمكن رقابة أممية ودولية عليها وهو شرط يضعه المنتفضون العراقيون في جميع ساحات التظاهر التي باتت تؤمن بضرورة تغيير هذه الطبقة السياسية التي أوصلت البلاد إلى شفا انهيار ترجمة نانسي قنقر موسيقى